هل كل شخص قادر انه يفتح مشروع؟ شو المعايير اللي يقدر من خلالها الشخص بانه يحدد بانه هذا الوقت والوقت المناسب انه نسوي فيه مشروع؟ كيف يدرس استاذه كيف يدرس الشخص احتياج السوق لسلعة او مشروع معين؟ ومتى يكون اختيار مكان مليء بالمنافسين شي راح يفيد المشروع ومتى يضره قرب المنافسة؟ شو الاسباب اللي تخلي مشروع يعني يفشل ولا ينجح؟ شو تنصح الشباب اللي مقدمين او اللي مقبلين على انهم يفتحون مشروع؟ نعم مشاهدين الاستقرار هو هدف كل شخص عنده طموح وما يتحقق الاستقرار بدون استقلالية او حرية مالية وهذه الحرية المالية ببساطة وجود مدخول مادي اكبر من احتياج الشخص يعمل له حياة كريمة وما يحصلها في خانة الضغوطات اللي يتعرض لها اغلب الناس بشكل يومي وعساب شديد نوصل لهالمرحلة لابد من المجازفة بلا شك والشغف والجرأة والتفكير شوي خارج الصندوق لكن مشروط ودراسة جيدة لان اسباب فشل ونجاح المشاريع الصغيرة مشاهدين في فقرة مجلس الدار نعم مشاهدين معنا في هذه اللحظات الاستاذ خليفة الحمادي مدرب ومستشار في ريادة الاعمال حياك الله استاذ معنا الله يحياك استاذ علي شرف لي عدودي معكم اليوم شرفني الله يسلم كاميرا حبابك طبعا استاذ ويد شباب وشابات يطمحون بانهم يسوون مشاريع حتى لو كانت صغيرة يعني ما عندهم مشكلة لكن السؤال هنا هل كل شخص قادر انه يفتح مشروع قادر انه مش بس يفتح مشروع انه ينجح ايضا في هذا المشروع المشروع طال عمرك هو العمل الحر فكل شخص قادر على العمل قادر على العمل الحر هذا نظريا فكل شخص له الحق يفكر انه يفتح مشروع عنده حاجة يقدمها للمستهلك عنده فكرة يبي يطلع فيها في السوق فنظريا لا شك انه كل شخص قادر انه يفتح مشروع خصوصا في دولتنا دولة الامارات التي سهلت هذا الموضوع بشكل كبير حاليا انت جالس في بيتك من خلال تليفونك تقدر تصدر رخصة تقدر تقدم على اسم تجاري تصدر رخصة وتفتح مشروعك بكل سلاسة ويسر كذلك الدولة وفرت اكثر من 15 مؤسسة في جميع انحاء الدولة تساعد رواد الاعمال وترشدهم وكذلك تساعدهم في الابتكار وكيف يدخلون هذا السوق لكن السؤال المهم هل كل شخص قادر انه يدخل عن مجال العمل الحمر بضبط كل شخص بامكانه انه يقيس نفسه لهم يحضر الدورات التدريبية اللي تخص ريالة الاعمال احنا عدنا احصائية اللي يحضرون في دورات ريالة الاعمال من خمسة الى ثمانية فقط يكملون مشوار يفتحون مشروعهم طيب وين الباقين يقولون الامر صعب الامر محتاج الى شغف محتاج الى وجود محتاج الى مهارات وادوات انا ما امتلكها فالصعب علي ان انا اروح افتح مشروعي فشو اللي يصير يبدأ يستفيد من هذه الدورات بالافكار وبالمشاريع لعل في المستقبل يكون عنده الدور ويلي الدور انه يفتح مشروعها مشروعها الخاص استاذ ايضا خلنا نقول شو المعايير اللي يقدر من خلالها الشخص بانه يحدد بانه هذا الوقت هو الوقت المناسب انه نسوي فيه مشروع طال عمرك هناك اربع معايير يقدر يحدد من خلالها الشخص اذا كان هذا الوقت المناسب لعمل المشروع اول معيار هو الشخص نفسه رائد الاعمال هل انا جاهز لهذا المشروع هل انا عندي الادارة أو الأدوات الإدارية اللي أنا أقود فيها مشروعي هل أنا عندي المهارات اللازمة لقيالة هذا المشروع هل أنا عندي الوقت التفرق أو عندي وقت متفرق فيه لإدارة هذا المشروع فالشخص هنا يسأل نفسه يشوف الوقت المناسب حان وقته ولا لا الحاجة الثانية أدرس الفكرة هل فكرتي أنا اللي راح أدخل في السوق هل هي تلبي احتياج السوق هل بيمكان الفكرة هذه أن تسد فجوة في السوق هذه شي ثاني الشي الثالثة لأمرك السوق لابد أني أدرس عملائي وأدرس المنافسين هل في عملاء راح يتقبلون هذه الفكرة اللي أنا راح أطرحها أو راح أدخل فيها في السوق هل لها احتياج هل أنا في منافسين موجودين في السوق هل راح عندي استراتيجية أني أخليها جدام عيني وأقدر أنافس أو أدخل أو أني أحجز أو أخذ كعكة من هذا السوق ورابع شيء لا بد أني أعرف الممردين والشركاء الاستراتيجيين وين هم هذي كيف راح أبحث عنهم كيف راح أحصلهم كيف راح أتعاون معهم هذه طبعا إذا تحققت هذه الأربع الأشياء واللي ببساطة هي أسس دراسة الجدوى أو أسس دراسة المشروع أو خطة المشروع لمعرفة وقت إمكانية طرح المشروع كيف يدرس أستاذة كيف يدرس الشخص احتياج السوق لسلعة أو مشروع معين كيف هذه أغلب الناس يتهمون في النقطة هاي تحديدا يقول لك بفتح مشروعه خالص شو والله كوفي خلاص يهو فتح كوفي وانتهى المرض إذا تعال شو فسوي دراسة الناس محتاجها السلعة أو لا محتاجها الكوفي اللي أنت فكرت فيه أو لا محتاجها لمحل البورغر اللي أنت فتحته في المنطقة الفلانية أو في المكان الفلاني ما في دراسة ما شاء الله كل تركيزك يقع لك الأستاذ الله يعطيك العافية أستاذ علي سبق أن عندك سيارة اختربت معاك ورحت للقاراج مثلا طبعا هل حصلت أن فيه مثلا القاراج هذا لما تروح له ومتعود عليه أو مثلا فيه مميزات معينة حصلت القاراج هذا يقول لك تعالي بعد أسبوع أنا بحطك في الويتنج لست ما عندي مكان أيوا ويت فأنا عرفت السوق هنا فيه فجوة لا بد أني أدرس السوق بشكل صحيح على أساس أني أعرف الطلب والعرض كيف موجود في هذا السوق على أساس بإمكاني أني أدخل هذا السوق لا بد أن فيه طلب فعلي وبالفعل أن هل المنافسين الموجودين في السوق قاعدين يلبون أرغبات العملاء هل قاعدين يواقبون تطورهم العملاء صارت طلعاتهم أكبر فهل في مشكلة في السوق لأن من خلال المشكلة أنا أعرف أنه راح تكون فيه فكرة العملاء يحتاجون إلى حل مشاكلهم فأنا راح أدخل السوق بناء على هذه الأمور متى يكون اختيار مكان مليء بالمنافسين شيء راح يفيد المشروع ومتى يضره قرب المنافسين يعني أحيانا يقول لك والله يا أخي أنا ما بغي أبتعد شوي أنا بروحي وعشان ما حد يخسرني لأنني أنا لو مثلا على سبيل المثال ما بقول ما طعم عشان ما تقول علي حب الأكل وهذا بس ألا لو مثلا أنا نقول لندري دوبي مغسدة ملابس ما يستوي أفتح أنا شخصيا أشوفها ما يستوي أفتح عدال مغسدة ملابس وخاصة إذا كان هو أقدم مني في المكان صحيح 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 صعبة بتكون علي صحيح هو ما في قاعدة عامة تحدد لي أني أنا وين أفتح المهم هو رغبة العميل المهم في مشروعي أن أقدم للعميل اللي رايحه أنا أشوف وين يرتاح العميل العميل يرتاح أني أقدم له خدمة خدمة أونلاين راح أقدم له خدمة أونلاين إذا العميل يرتاح أني أقدم له خدمة توصيل راح أقدم له خدمة توصيل العميل متواجد في منطقة معينة ودائما يكون متواجد في هذه المنطقة فأنا لابد أني أكون متواجد في هذه المنطقة فهني ضروري الواحد يدرس عملاءه وين يبون هذا المشروع وشو اللي يريحهم في المزيج التسويقي الشي الثاني اللي هو الكاستمر كومبينيونس راحت العميل اللي في المكان اللي يختاره وين العميل أنا راح أتواجد نعم جميل نشوف مشاريع وايد الصلاة خييفة يعني وايد قوية ودعمينها الشباب بمبالغ وتخسر والعكس شو الأسباب اللي تخلي مشروع يعني يفشل ولا ينجح أكيد فيه أسباب وايد ناس خسروا تراغستار وايد ناس دفعوا فلوس صدق وخسروا أكيد فيه أسباب جوهرية لأدت لخسارتهم على المبالغ جميل جميل طبعا أسباب الخسائر أو خسارة المشاريع أسباب كثيرة جدا خلونا نبسطة ونقول أن المشروع يتكون من شقين الفكرة وصاحب الفكرة أولا نيني للفكرة هل الفكرة هذه مدروسة بشكل صحيح؟ هل الفكرة هذه لبت احتياج السوق؟ مش مهم الفكرة تكون جميلة لعل الفكرة تكون جميلة لكن ما لها سوق الناس ما تباها في مطعم تاكوبل في أمريكا مشهور جدا وضرب السوق هناك ضربة كثيرة ومشهور بحد يعني يشبه مثلا الشباب اللي يدورون الكرك وين الكرك نفس كوب الكرك اللي يدورونه هذا المطعم كذلك نفس الطريقة مشهور جدا لكن لما فتح في دبي في دبي مول فترة وسكر لأنه ما ناسب ما ناسبه المكان أو ما وجد سبوك البيئة غير مناسبة لهذه الفكرة فلابد من دراسة الفكرة بشكل جيد هل راح أحصل حصة سوقية في هذه الفكرة؟ أن يلي رائد الأعمال الشخص اللي راح يفتح المشروع هل أشوف نفسي أنا الشخص المناسب لهذا المشروع؟ هل أقدر أدير هذا المشروع؟ هل أقدر أتفرق؟ طيب هل أنا عندي المهارات الإدارية اللي أنا أقدر أقود من خلال هذا المشروع؟ هل أنا عندي كفاءة مالية اللي أنا أقدر أضخ في هذا المشروع؟ غالب المشاريع تفشل لأنه ما في دراسة حقيقية خلف هذه المشاريع يعني اليوم أنا فتحت مشروع ومحل المحلات أبقى متى أقدر أفتح فرع ثاني لي هذا المحل؟ جميل أنت من بداية طلاقة مشروعك لا شك أنك عندك هدف أنك تتطور وتفتح فروع جديدة التوسع شكلين شكل رأسي وشكل أفقي في البداية الشكل الرأسي هذا بما معناه هل وصلت في فرعي الموجود حاليا إلى الجودة المطلوبة؟ هل الإدارة قادرة أن تدير الموظفين وهم إذا وديتم لي فرع ثاني يقدرون يديرون فرع آخر؟ هل أنا شبعت السوق؟ هل أنا لبيت رغبات العملاء؟ البراند المالي سار لأسم في السوق الأشياء اللي نمر فيه هذه تؤدي إلى الأرباح إلى عودة شيئا من رأس المال فهني أنا أقدر أتخذ قرار أني أفتح سلسلة فروع أو فرع آخر لكن كذلك تكون بطريقة بطريقة مدروسة صاد خليفة شو تنصح الشباب اللي مقدمين أو اللي مقبلين على أنهم يفتحون مشروع؟ طال عمرك ريادة الأعمال شيء جميل جدا ورائد الأعمال إنسان محبوب يقدم حل لمشكلة لعملاءه يساهم في اقتصاد البلد يوظف ناس ويفتح بيوت من وراها الشغلات هذه لكن يحتاج طال عمرك أنه لابد أنه يدرس المشاريع بشكل جيد ما يدخل بشكل عشوائي ما شفت أنا ربيع يفتح مشروع أنا أروح أفتح مشروع مش لازم أنه عندي فلوس بس أني شفت الشيء هذا ماشي وأروح أدفع يقول لك فلان نجح مشروع هذا وهذا خطأ لعل من الطرافة أن بعض الناس تتعلق في أفكار أو في مشاريع تقول هذا الشيء أنا أحبه أروح أفتحه بنجح فيه طبعا بدون دراسة بدون حاجة فينصدم بالواقع بعد فترة يلاقي ما علي أقبال ويسكر ويفشل ويخسل جدا شفنا هذا الأمر جلي وواضح في سوقنا أصحاب المشاريع أن يشوفون الجانب الأخلاقي لا يطغى عليهم الجانب المادي يعني يخافون الله ويتقون في عملائهم يعني ما يغشونهم ما يرفعون عليهم الأسعار بشكل مبالغ الجودة مش بعد فترة الناس تتعود على جودة معينة وينزل الجودة أستاذ خليفة أكيد بلا شك عفواً على المقاطعة كثير أسباب أكيد نعم صحيح تنجح المشروع أو تفشله وهذا يحتاج إلى وقت طويل يعطيك العافية اليوم أنا أتشرف الله يعافيك وأنا أتشرف أهلاً على حضورك نعم أستاذ خليفة الحمادي مدرب ومستشار في رياضة الأعمال شكراً جزيلاً الله يحب أهلاً ستتتتتتاً